موسيقى من قناة يواتي فيا الأوكرانية في العاصمة كييف نحييكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة التي أصحبكم فيها أنا صفوان جولاق والبداية بإبرز العنوين مفوض الأمم المتحدة المكلف بشؤون اللاجئين يزور أوكرانيا ويثني على جهود مساعدة النازحين فيها الاتحاد الأوروبي يخصص 119 مليون يورو لدعم الإصلاحات الإدارية ومكافحة الفساد في أوكرانيا الطالن الشجعان معرض يخلد المراحل الثورية التي عاشتها أوكرانيا على مدار مئة عام موسيقى الاهتمام الخاص بالمشاكل التي يتعرض لها التتارف في شبه جزيرة القرم المحتلة مطلب رفعه الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو للمفوض السامي للأمم المتحدة المكلف بشؤون اللاجئين في ليبو جراندي بورشينكو شاكرا جراندي الذي يقوم بأول الزيارة له إلى أوكرانيا على دعمه كما أعرب عن أمله في أن يقدر شخصيا تعقيدات الوضع الإنساني في الدنباص الذي تتحمل روسيا مسؤوليته وبدوره أشار المفوض السامي للأمم المتحدة إلى أن الغرض من الزيارة إبلاغ العالم بالتحديات التي تواجهها أوكرانيا كما أشار جراندي أيضا إلى الجهود التي تبذلها السلطات الأوكرانية لتلبية احتياجات ومساعدة النازحين في الداخل يجب أن لا نستسلم للواقع يجب أن لا نستسلم لوجود مخيمات للنازحين لأننا سنتعود على وجودها وستكون عبءا علينا في المستقبل هناك حلول صعبة ولكنها الأفضل على المدى الطويل وزراء خارجية دول ربعية النورماندي سيجتمعون في ألمانيا نهاية نوفمبر الجاري لمناقشة مشروع خارطة طريق اتفاقيات مينسك وفقا لنتائج قمة برلين الأخيرة الاتفاق حول هذا الأمر جرى بين الرئيس بوترو بورشينكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال محادثة هاتفية إلى جانب ذلك أشر الجانبان خلال المحادثة إلى تدهور الوضع في منطقة الدنباس حيث يواصل المسلحون الروس خرق اتفاقيات مينسك وإطلاق النار روسيا تحول شبه جزيرة القرم إلى قاعدة عسكرية فمنذ أن احتلتها قبل سنتين بدأت بإقامة وحدات في أزاء متفرقة منها بلغ عددها ما يقارب المائة واحدة عسكرية هذه الوحدات مجهزة بمختلف الدبابات والمركبات القتالية المدرعة وأنظمة المدفعية وغيرها وكل هذا على حساب معيشة سكان شبه الجزيرة وحرياتهم تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة مارغاريتا ستيتسوك يقرأه الزميل إياد ستيديا التنقل بحرية من مدينة إلى أخرى أو التجمع والتظاهر في الأماكن العامة أو حتى إبداء الرأي المخالف للكريملين أمور بات من الصعب تصورها في شبه جزيرة القرم المحتلة القرم عاد بعد الاحتلال إلى العهد السوفيتي وعادت فكرة العالم الروسي لتدرس في مدارس الأطفال نائبة وزير الإعلام الأوكراني أمينة جبار تؤكد أن سكان شبه الجزيرة يعيشون اليوم ظروفا صعبة للغاية ارتفعت معها المخاوف وأصبح الحديث مع الصحفيين يمثل خطر كبيرا رفعة شبارف رئيس مجلس شعب تتار القرم يقول أن مصير من يحاول فضح ممارسات الاحتلال الروسي من أبناء القرم هو السجن أو التعرض لمختلف أنواع الضغط وصولا إلى الاعتراف بأمور لم يقترفها اليوم في شبه جزيرة القرم هناك 22 سجينا سياسيا وقد أدين خمسة منهم من قبل محكمة عسكرية في رستوف صحتهم سواء الجسدية أو النفسية صعبة للغاية كل هؤلاء الناس فضلا عن أولئك الذين يواجهون العنف من الكريملين يحتاجون إلى المساعدة القانونية وأسرهم غالبا ما تحتاج أيضا للدعم المالي هذه هي النقاط الحرجة التي نحن بحاجة للعمل عليها بالإضافة إلى الانتهاكات المسجلة في مجال حقوق الإنسان بشبه الجزيرة يدعو الكثير من الأوكرانيين إلى التمسك باستراتيجية خاصة لاستعادة شبه الجزيرة وهو ما تقوم به الوزارات المعنية بهذا الملف اعتقل جهاز الأمن جنديين سابقين في الجيش الأوكراني خالفاء القسم وانضماء إلى صفوف الجيش الروسي بعيد احتلال شبه جزيرة القرم الاعتقال تم قرب نقطة تفتيش على الحدود بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة خرسون بحسب ما أعلن الأمن الأوكراني وتم نقل المعتقلين إلى مكتب المدعي العام العسكري للتحقيق معهما بتهمة الخيانة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة ووفقا لرئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني فاسيلي جريتساك فإن قوات الجهاز ستقوم بتعقب جميع الذين فروا والتحق بالجيش الروسي نحن نبحث عن الفارين ليس فقط من بين ممثلي الجيش الأوكراني ولكن من إدارة أمن الدولة أيضا للأسف التحق بالعدو أكثر من 1300 موظف من إدارة أمن الدولة خدموا في مكتب القرم الذي يعتبر الجزء الرئيسي من إدارة أمن الدولة في جمهورية القرم وسيفاستوبل يعتزم الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا 119 مليون يورو أكثر من 100 منها ستخصص لإصلاحات الإدارة العامة والباقي لمكافحة الفساد مجلس الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن القرار بشأن تخصيص هذه الأموال سيتم خلال قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وفقا لما نقلت وكالة أوكرينفورن كما سيعلن الاتحاد الأوروبي خلال هذه القمة عن إطلاق برنامج جديد لدعم سيادة القانون كجزء من الإصلاح القضائي في أوكرانيا للتذكير فإن قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستعقد في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إمكانية قيام ميدان ثالث في المستقبل القريب بعيدة بحسب آراء العديد من الخبراء الذين استطلع آراءهم مركز المبادرات الديمقراطية في العاصمة كييف واعتبر هؤلاء أن الاحتجاجات الواسعة يمكن تنظيمها بسيطرة غير مباشرة من قبل روسيا أو القوى السياسية الموالية لها في أوكرانيا واعتبر أكثر من سبعين خبيرا أدلوا برأيهم أن العدوان الروسي كانت نتيجة السلبية الرئيسية للميدان فيما كانت التغييرات على مستوى المجتمع المدني أكبر الإيجابيات بالإضافة إلى إسقاط نظام يانوكوفيتش وإعادة التكامل الأوروبي وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من بين السلبيات التي عددها الخبراء الفشل في تحديث وإنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة والضعف في مجال محاربة الفساد كانت هناك تغييرات كبيرة في المشهد السياسي بعضها جاء عقب انتصار ثورة الميدان الآن أنا لا أرى تهديدا باحتكار السلطة إنجاز الثورة الأساس هو الحرية في شأن آخر افتتح بالعاصمة الأوكرانية كييف معرض إعلامي يخلد الذكرى المئوية للثورة الأوكرانية المعرض الذي يشرف عليه المتحف الوطني للثورة والكرامة جاء تحت شعار أبطالنا الشجعان المعرض يحتوي على ستة أقسام تبرز مختلف الحقبات الثورية التي مرت بها أوكرانيا منذ عهد الرماة السيتشيين وحتى ثورة الميدان وتضمن المعرض مختلف الصور والأفلام واللوحات التعريفية التي تساعد الزوار على فهم تاريخ مختلف الثورات بين أعوام 1914 و2016 فيما يسعى المنظمون إلى نقل المعرض إلى مختلف المدن الأوكرانية اخترنا أسماء مختلفة لكننا فضلنا اسم الشجاعة لا نقصد الجنود المحترفين فقط بل الزوج وزوجته الصحفيون الطلاب والطباء الشجاعة هي صفة هؤلاء الناس الذين هبوا حياتهم في الوقت المناسب لحماية حقوقهم والدفاع عن حريتهم نهاية نشرتنا لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة TV الأوكرانية في العاصمة كييف في أمان الله